ولهذا أنقل قضية وأختم بحثي عزيزي يقال موجودة هذه في الرسائل ارجعوها اليوم إليه يقال أنه هناك عبارة لصاحب الفصول شيخ محمد حسين النصفهاني من الكتب الدرسية القديمة كانت كتاب الفصول شيخ الأنصاري وقع بيده هذا الكتاب فقرأ فيها عبارة فقرأ فيها عبارة كل ما أراد أن يفهمها مولانا ما فهم العبارة من الكتاب شوفوا التثبت الديني هذا فشكل هيئة علمية في ذاك الوقت شيخ محمد حسين النصفهاني شيخ محمد حسين مول أصفهاني الكمباني شيخ محمد حسين صاحب الفصول فبعث إلى كربلا كان في كربلا صاحب الفصول قال اسألوه أنه هذه العبارة الموجودة في كتابك ما هو مقصودك منها يقولون فذهبوا إلى صاحب الفصول وضعوا العبارة أمامه فقرأ العبارة قرأ العبارة قرأ العبارة كل ما أراد أن يفهمها ما هو المراد منها لم يفهم قال لا أعلم عندما كتبتها ماذا كان مقصودي منها منه؟ صاحب الفصول فرجعت الهيئة العلمية إلى شيخ الأنصار قالوا شيخنا ما أراد يفهم العبارة صاحب الكتاب ما فهم شنوه عبارته اللي هو كاتبه شوفوا التفتوا جيدا شيخ الأنصار عندما يصل إلى هذه العبارة في الرسائل ينقل عنها احتمالات معينة ويعبر عنها بهذا التعبير التفتوا يقول وهذه العبارة لا بيّنة ولا مبينة بيّنة إحنا راجعناها فهمناها أو ما فهمناها ما فهمناها مبينة دزينة على صاحبه بيّنة همت ما بيّنة فلا هي بيّنة ولا هي مبينة ولهذا في قضية أخرى الشيخ الأنصاري يقال فديوم أشكل عليه بعض تلامذته إشكالا أدى به إلى أن يغتم غمّا شديدا فسألوه شيخنا واحد إذا أشكل عليك لابد أن تغتم قال لا لا أنا ما مغتم لأنه هذا أشكل عليه أنا مغتم لجهة أخرى قالوا ما هي شيخنا قال لأنه أنا وجدت أن لأنا ذاكر وقاصد ومبينة شيء وهذا في درسي مفتهم شنو شيء آخر أصلا هذا مو مقصودي اللي هذا فهمه وهو من طلابي اللي يحضرون درسي فأنا اغتميت يوم القيامة إذا رحت ووقفت أمام الشيخ الطوسي أمام الشيخ المفيد أمام علماء الطائفة قالوا لي يا شيخ الأنصاري انتهيت قلت عنا ورديتنا وهذا مو مقصودنا هذا مقصودنا أنا شنو جوابي شوفوا الإنسان المتدين الثبت هو هذا ولذا أنتو عليكم دائما أعزائي لا تطعنون في الأشخاص على شنو تطعن في الشخص على شنو تقول حثانة على شنو تقول عمى على شنو تقول كافر على شنو تقول بأنه يظهرون لإسلام وهم يبطنون الكفر على ماذا تتهمهم الناس قل هاي العبارة فيها إشكال قل أشكل كما تجاء إلى الصباح ما في مشكلة مع حفظ ماذا مع حفظ الأساس الذي وضعه الشيخ الشيخ الطوسي قال لم يقطع أحد منهم ولا تصاحبه ولم ينتهي إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته والحمد